أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقة حول الباب الثاني من كتاب التوحيد في أصول الكافي هذا الباب عنوانه باب إطلاق القول بأنه شيء الشيء في اللغة العربية يساوق الموجود بل قد يطلق مجازا على المعدوم أيضا فإذا كان الشيء يساوق الموجود والوجود فإنه يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى هل الله سبحانه وتعالى شيء أم لا شيء هذا بمعنى أن الله هل هو موجود أو ليس بموجود فحينما نقول بأن الله سبحانه وتعالى شيء فمعنى ذلك أنه موجود وهذا المعنى صحيح لأن الله سبحانه وتعالى له الوجود طبعا سيأتي في البحوث القادمة بأن صفات الرب جل وعلا هي صفات توقيفية بمعنى أنه لا يصح أن نصف الله سبحانه وتعالى بوصف لم يصفه لنفسه يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكذلك على لسان الأئمة المعصومين وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وآله قد وصف نفسه بأوصاف بمعنى أن القرآن الكريم قد وصف الله سبحانه وتعالى كذلك الرسول ولا إما وصف الله سبحانه وتعالى فهذه الأوصاف يجوز أن نطلقها على الله سبحانه وتعالى نقول بأن الله عالم قادر حي متكلم مريد وما إلى ذلك لكن هناك أوصاف هذه الألفاظ لم يوصف بها الله سبحانه وتعالى في المصادر الدينية وإنما هي أفعال من الله سبحانه وتعالى بدون وصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفة مثلا نقرأ في القرآن الكريم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون هل يجوز أن نطلق على الله سبحانه وتعالى وصف الزارع نقول يجوز أن نطلق على الله سبحانه وتعالى لأنه صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزرع حقيقة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولكن هذا بمعنى صدور هذا الفعل منه صدور الزراع منه ولكن لم يوصف بهذا الوصف الزارع لم تذكر لم يذكر في أوصاف الله سبحانه وتعالى فلا يجوز وصفه بهذا الوصف نعم أن ننسب ذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى لا بأس بذلك أو أن نخبر بأن نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزرع لا بأس بذلك أما أن نطلق الوصف على الله ونقول له يا زارع فذلك لا يجوز وهكذا بالنسبة إلى كلمة الموجود حسب تتبع بعض أهل الإطلاع لم نجد في النصوص الدينية وصف الله سبحانه وتعالى بالموجود يعني يا موجود لكن أن نخبر ونقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود هذا إخبار وليس وصف هذا لا بأس به بل هو المتعين نقول بأن الله موجود وكذلك بالنسبة للشيء أن نصف الله سبحانه وتعالى بالشيء ونقول يا شيء هذا لا يصح لأنه لم ترد كلمة الشيء في أوصاف الله سبحانه وتعالى ولكن الإخبار عنه بأنه شيء لا بأس بذلك فلذلك وهذا طبعا هذا المطلب الذي ذكرته سيأتي تفصيله إن شاء الله في أحد الأبواب الذي عقده الكوليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي حول هذا الموضوع وهذا أمر أيضا متعارف بين الناس قد تخبر عن شخص بصدور فعل منه ولكن أن تصفه بذلك الوصف قد لا يكون محبذا مثلا تقول زيدون مثلا أكل الطعام هذا لا بأس به هذا إخبار ولكن أن تخاطبه وتقول يا آكل تعال يا آكل اذهب قد يكون هذا إهانة له وقد لا يستساغ ذلك الأمر ونحن باعتبار أننا لا نعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى ولا نعرف كنهه نعلم بأنه موجود ونعلم بأنه يمتلك صفات الكمال وأنه منزه عن صفات النقص لكن لا نعرف حقيقته كما هي فلذلك لا يجوز لنا أن نطلق الصفات على الله سبحانه وتعالى بل ينبغي علينا أن نتبع النصوص أي صفة أطلقت عليه نطلقها عليه وندعوه بها ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وأي صفة لم تطلق عليه حتى إذا كان الفعل صادرا منه نخبر عن صدور الفعل منه ولكن بدون أن نصفه بتلك الصفة زين فإذا اتضح هذا الأمر نأتي إلى كلمة الشيء لا يصح أن نصف الله سبحانه وتعالى ونقول يا شيء ولكن أن نخبر عنه ونقول بأن الله شيء بمعنى أنه موجود فهذا هو الحقيقة ولذلك في هذا الباب حينما يسأل الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأن الله شيء أو ليس بشيء الجواب نعم إن الله شيء لأن معنى ليس بشيء يعني ليس بموجود فنافي لوجوده وهذا باطل وأن نقول إنه شيء بمعنى إخبارنا بمعنى إخبارنا عن أنه موجود ولكن حينما تقول إنه شيء ليكن في علمك أنه يختلف عن سائر الأشياء وليس كالأشياء الآية الشريفة تقول ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء أو ليس مثله شيء والكاف تكون للتأكيد ليس كمثله شيء فلا يمكن ولا يجوز ولا يصح أن تشبه الله سبحانه وتعالى بسائر الأشياء هو وجود موجود ونحن أيضا موجودون ولكن سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجودنا هو عالم وبعضنا قد يعلم ببعض الأمور لكن سنخ علمه يختلف عن سنخ علمنا وليس إطلاق العالم عليه كإطلاق العالم علينا وليس هذا بمعنى الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي في لفظ العالم مثلا والقادر وما إلى ذلك وإنما بمعنى أن حقيقة علمه تختلف عن حقيقة علمنا ولبحث أنه هذا ليس بمشترك لفظي ولا مشترك معنوي تفصيل سيأتي في البحوث القادمة لذلك حينما يأتي الراوي عبد الرحمن ابن أبي نجران في هذا الحديث الأول ويسأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام سأله عن التوحيد طبعا كلمة التوحيد هي في الأساس بمعنى الإذعان والاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى لكن في إصطلاح المتشرع حينما يقال التوحيد يراد به الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى وكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية أو من صفات الفعل أو من تنزيهه عن النقائص فلذلك حينما يأتي ويسأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن التوحيد يعني عن مسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وهذه المسألة ما هي يقول فقلت أتوهم شيئا يعني هل أتوهم شيئا مقصوده كما يتضح من جواب الإمام عليه الصلاة والسلام هل يجوز لي أنه في فكري أقول بأن الله شيئا أو هكذا أتصور بأن الله سبحانه وتعالى شيئا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في الجواب نعم الله شيئا وأنت ليكن في عقيدتك وفي فكرك بأن الله شيئ ولكن لا تشبهه بخلقه إذا الإمام قال فقال نعم غير معقول ولا محدود غير معقول يعني لا يمكن للعاقل أن يصل إلى حقيقة وإلى كنه الله سبحانه وتعالى أنت أذعن بأن الله موجود لكن لا يمكنني أن أتعقله يعني أن أكتشف حقيقته بعقلي وكما ذكرنا فيما مضى العاقل له حدود ويمكن للعقل أن يزداد بازدياد العلم الإنسان كلما كان علمه أكثر قد زيادة العلم تؤدي إلى زيادة العقل وهذا أمر واضح أن العقل درجاته مختلفة ولذا نرى الناس بعضهم أعقل من بعض يعني أكثر عقلا زيادة عقلنا يدرك وجود الخالق للأدلة التي ذكرناها فيما مضى وللفطرة لكن لا يتمكن العقل من الإحاطة بالله سبحانه وتعالى الإحاطة العلمية لمعنى أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا أن العقل في بعض الأحيان يذعن بشيء ولكنه يعترف بعدم معرفته بتفاصيله يعني أنت ترى إنسان خاطب عقلك هل تذعن بوجود هذا الإنسان الذي أمامك أم أنه خيال أو سفسطة العقل يقول ما دمت ما دمت أحسست بهذا الإنسان أمامك فهو موجود وهو حقيقة نسأل العقل ما هو كنه وحقيقة هذا الإنسان يقول لا أدر كلما ازددت علما عبر علم الطب وعلم النفس مثلا أزداد معرفة بحقيقة الإنسان ولكن كلما نقص العلم الجهل بكنهه وبحقيقته يكون أكثر فلا تلازم بين الإذعان بوجود شيء وبين عدم معرفة كنه ذلك الشيء وقد ذكرنا أن كلام النصارى أو بعض النصارى من أن الله ثلاثة ولكن في الوقت نفسه هو واحد هذا كلام ليس فوق العقل هذا كلام يخالف العقل لأن العقل يدرك بطلان هذا الأمر بطلان أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا هذا أمر بطلانه واضح لدى العقل وليس أمرا فوق العقل وإنما هو أمر خلاف العقل ولكن العقل يدرك بوجود الله بأن الله موجود لكن لا يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى فهذا أمر ليس خلاف العقل ولحتى في الأمور العادية قد يكون كذلك العقل يدرك بوجودها ولكن يقر بأنه لا يعرف كنها إذن أنت تذعن بأن الله شيء يعني موجود ولكن يجب أن تذعن بأنه غير معقول يعني لا يمكن للعقل أن يحيط بالله سبحانه وتعالى إحاط علمية وأن يعرف كنه ذات الله سبحانه وتعالى نعم المعرفة تكون درجات إذا نريد أن نشبح يمكن أن ترى شخصا وتعرفه واحد بالمية ثم تعرفه اثنيا بالمية ثم تعرفه ثلاثة بالمية وهكذا الله سبحانه وتعالى أدنى درجات المعرفة هو الاعتقاد بوجوده لكن هذه المعرفة قد تزداد ولأن الله سبحانه وتعالى غير متناهي فدرجات المعرفة أيضا غير متناهية ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام عندنا في بعض الأحاديث المستفيضة بل لعلها تكون متواترة أن أرواحهم يعني أرواح الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة سواء الأئمة الأموات منهم يعني الذين الله سبحانه وتعالى اختارهم إلى جواره أم الإمام الحي عليه الصلاة والسلام أرواح هؤلاء في كل ليلة جمعة الله سبحانه وتعالى يصعد بها إلى العرش فتطوف حول العرش ثم ترجع هذه الأرواح بعلم مستفاد ما هو هذا العلم؟ هذا العلم هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى يعني معرفتهم بالله سبحانه وتعالى في ازدياد مستمر لأن الله سبحانه وتعالى غير بحدود فالمعرفة بالله أيضا ليس لها حدود والله سبحانه وتعالى باستمرار يفيد درجات أعلى من المعرفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة المعصومين فإذن الإمام يقول نعم الله شيء لكن غير معقول يعني لا يمكن للعقل أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى ولا محدود هذا ولا محدود كالعلة لكونه غير معقول بمعنى عدم تمكن العقل من معرفة حقيقته وكنهه ولا محدود لماذا لا يمكن للعقل أن يكتشف حقيقة الله سبحانه وتعالى لأن العقل محدود والله سبحانه وتعالى غير محدود هو هذا السبب إذا أردنا أن نشبه المعقول بالمحسوس أنت أفرض هناك إناء طاسة مثلا هذه الطاسة محدودة هل يمكن أن هذه الطاسة المحدودة تستوعب البحار والمحيطات كلا لماذا؟ لأن المحيطات حجمها أكبر من هذه الطاسة الصغيرة طبعا المحيط محدود والطاسة محدودة أيضا هذا المثال لتقريب المطلب إلى الذهن وإلا بالنسبة لنا ولله سبحانه وتعالى فنحن محدودون والله سبحانه وتعالى غير محدود إذا في الماديات الشيء الذي حدوده أقل لا يتمكن من استيعاب الشيء الذي حدوده أكثر فكيف بالإنسان الذي هو حدوده معينة أن يحيط علما بالله سبحانه وتعالى وتعالى فلذلك الإمام يقول غير معقول ولا محدود زين إحنا الآن نأتي وفي أذهاننا نتصور شيئا يعني حينما أحدنا يسمع كلمة الله سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمة يفهم هذه الكلمة والفهم يكون عبر حضور صورة الشيء لدى الذهن العلم حضور صورة الشيء لدى الإنسان وما يعبر عنه بالعلم الحصولي صورة الأشياء تحضر عند العقل لذلك الإنسان يعلم بالشيء زين إحنا عندما نسمع كلمة الله سبحانه وتعالى في أذهاننا ينتقش معنا هل ذلك المعنى هو الله كلا هذا المعنى موجود ذهني صنعته أذهاننا فلا يكون هو الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا يحد بحدود الذهن والعقل ولا يمكن أن يكون العقل محيطا بالله سبحانه وتعالى فلذلك هذا الشيء اللي في ذهنه ليس هو الله سبحانه وتعالى وفي حديث كل ما توهمتموه بأذهانكم فهو مخلوق مردود إليكم لأن ذهننا صنع شيئا وهذا الشيء مصنوع للذهن فلا يمكن أن يكون هو الله سبحانه وتعالى نعم نحن حينما نتصور معنا هكذا نتصور أن هناك حقيقة هذه الحقيقة هو الخالق هو الرازق بهذا المعنى نشير إلى ذلك الواقع لا أن ذلك الواقع هو الذي ينتقل إلى أذهاننا أو صورة منه تنتقل إلى أذهاننا يعني إحنا الآن عندما ننظر إلى الأشياء أو نتصور أشياء صورة تلك الأشياء تنتقل إلى أذهاننا تلك الصورة مطابقة للأصل ليس الأشياء هي التي تنتقل إلى أذهاننا استحالة انتقال الشيء من عالم الوجود الخارجي إلى عالم الوجود الذهني وإنما صورة ذلك الشيء تنتقش في أذهاننا زين هل لله سبحانه وتعالى صورة؟ كلا هل نحن ندرك كونه وحقيقة الله سبحانه وتعالى حتى نتصور تلك الحقيقة؟ كلا فلذلك ما نتصوره في أذهاننا ليس هو الله سبحانه وتعالى ولكن هذا يدلنا على الله ويشير إليه فلذلك الإمام يقول نعم غير معقول ولا محدود فما وقع وهمك عليه الوهم يراد به القوة قوة الإدراك الباطنية لأنه الإنسان عند قوة إدراك ظاهرية هي الحواس الباصرة والسامعة والذائقة وما إلى ذلك وله قوة إدراك باطنية هذه قوة الإدراك الباطنية تدرك المعقولات والمتوهمات يعني هناك معاني ليس لها وجود خارجي ملموس نحن بعقولنا ندرك هذه المعاني مثلا العدل الظلم وما إلى ذلك هذه بعقولنا ندركها هذه القوة قوة الإدراك الباطنية هذه القوة هي العقل والوهم والخيال وما إلى ذلك هذه قوة الإدراك الباطنية تدرك المعنويات قوة الإدراك الظاهرية اللي هي الحواس تدرك الماديات أما قوة الإدراك الباطنية تدرك المعنويات هل قوانا الإدراكية الباطنية إذا تصورت شيئا ذلك الشيء صورة عن الله كلا لذا يقول فما وقع وهمك عليه لأنه الشيء الذي الإنسان يتوهمه محدود ومعقول فلذلك فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه الله ليس ذلك الشيء لأنه ليس كمثله شيء فإذا كانت هذه الصورة هي صورة عن الله سبحانه وتعالى فصارت هذه الصورة مثل الله سبحانه وتعالى في حين أنه ليس كمثله شيء أنت عندما تنظر إلى صورة إنسان هذه الصورة مثل صاحب الصورة فصار لذلك صاحب الصورة مثل ولو مثل في الصورة إذا أنت توهمت في فكرك صورة هل هذه الصورة تشبه الله سبحانه وتعالى؟ تشبه الله سبحانه وتعالى؟ كلا لأنه ليس كمثله شيء فهذه الصورة التي جاء في ذهنك ليس هي صورة الله سبحانه وتعالى قد تتوهم ذلك لكنها ليست الحقيقة فما وقع وهمك عليه من شيء أي شيء أي صورة فهو يعني في الله خلاف تلك الصورة لا يشبهه شيء الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل بالدليل العقلي والدليل النقلي أما الدليل العقلي فإن الله غير محدود وما نتصوره بأذهاننا محدود فلا يمكن التطابق والتشابه بين ذلك الغير محدود وبين هذا المحدود هذا الدليل العقلي أما الدليل النقلي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عندما نقول ليس كمثله شيء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس ماديا فأوصافه ليست ماديا الله سبحانه وتعالى غير محدود فأوصافه غير محدودة عكس الناس أنها وجودات مادية أجسام وأوصافها محدودة مهما كانت عظيمة ولا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام الأوهام يعني قوة الإدراك الباطنية وإنما عبر عنها بالوهم لأن القوة الواهمة هي أوسع من القوة المتعقلة أو القوة العاقلة لأن العاقل يتصور الأشياء الممكنة أما القوة الواهمة تتصور حتى الأشياء غير الممكنة لا تدركه الأوهام ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يكرر الدليل كيف فتدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقل أن يكتشفه فكيف يتصوره فكل ما أنت تتصور ليس هو الله سبحانه وتعالى لأنك لا تعرف كنها هو حقيقته وقد ذكرنا فيما مضى أن الإنسان حتى الأشياء المادية هذه الأشياء المادية إذا لم ينظر إلى شبيهها وإلى مثيلها فلا يمكن له أن يتصورها ولذا هذه المقولة معروفة يقولون يدرك ولا يوصف بعض الأشياء لا يمكن أن نصفها يعني لا يمكن لذلك الشخص أن يتصورها مهما أتيت لها من أوصاف وإنما هي أشياء تدرك إما يدركها بنفسها أو يدرك مثيلها فيشبهها به ذكرنا فيما مضى أن الأكمح وهو الأعمى بالولادة هل يتمكن الأعمى بالولادة من أن يتصور الألوان؟ كلا لون الأسود والأبيض والأحمر كل ما يقال له وكل ما تذكر له أوصاف هذه الألوان لا يعقل أن يتصور تلك الألوان نعم إذا كان بصيرا لفترة ثم لعارض أصيب بالعمى هذا لأنه شايف هذه الألوان فيما مضى حينما يقال له وتذكر تلك الألوان يتصورها أو أنت يمكن أن لم تكن قد رأيت لونا من الألوان لأن هي الألوان كثيرة يقال أن عين الإنسان تدرك ما يقارب الثلاثة ملايين لون ولعله أكثر هذه بعض الإحصائيات الطبية زيان أنت لم تكن قد رأيت لونا يذكرون إلك شبيه إليه يقال هو يقارب اللون الأحمر أنت فالتصور إجمالي تتصور منه أنه هذا اللون قريب باللون الأحمر مثلا زيان إذا اتضح ذلك نأتي إلى البحث عن وجود الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إحنا أدركناه بحواسنا كلا هل هناك أدركنا شيء شبيه له حتى أنقيس بذلك الشيء كلا فلذلك لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى إذا في الماديات الأشياء اللي إحنا ما شايفيها وما يشايفين نظير إلها لا يمكن لنا أن نتصورها فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو ليس بمادي غير حاسة البصر سار الحواس كذلك يعني الروائح هناك بعض الناس يفقدون قوة الشم يعني ما عندهم هذه الحاسة ما أكو ناس مثلا يصابون بالعمى أكو ناس يصابون بالصمم أكو ناس مثلا يصابون بالشلل القوة اللامسة لا تشتغل هناك ناس مصابون بفقدان حاسة الشام طبعا هذا الأمر قد لا ندركه لأنه حس الشم أمر لا يمكن معرفة فقدان هذا الشخص لحس الشام شخصا وأعرفه هو قال أنه فاقد لحاسة الشم منذ الولادة طبعا طبيا يقولون هناك سبب أنه الرضيع حين الولادة إذا أصيب بمرض خاص قد يؤدي ذلك إلى فقدانه لحاسة الشم بعض الأشخاص الذين يجرون عملية التجميل في الآن فأيضا يصابون بفقدان حاسة الشم لمدة قد تكون لمدة أشهر زين هذا الشخص اللي فاقد لحاسة الشم منذ الولادة إذا أنت تريد تبين لرائحة لا يدرك ذلك هذا الشخص الفاقد لرائحة الشم هو قال لي أنا لا أعلم ما هي معنى الرائحة نعم أقرأ في الروايات أن للجنة رائحة تشمن مسيرة خمسمائة عام وكذا 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 وأسمع من الناس يقولون رائحة الطعام رائحة العطر رائحة كذا رائحة كذا وأقرأ في الكتب الفقهية في الكتب الفقهية أنه مثلا الإنسان في حال الإحرام إذا وصل إلى شمه رائحة كريهة لا يجوز له أن يمسك بأنفه وإذا وصل إلى أنفه رائحة طيبة رائحة عطر وجب عليها أن لا يشمها وأن يمسك بأنفه مثلا أو لا يشمها بأي طريقة أخرى يقول أسمع هذه الأمور وأقرأها لكن لا يمكنني أن أتصور معناها مجرد لقلقة لسان إذا هذا في الماديات هالشكل فالله سبحانه وتعالى هل أحسسنا حتى ندركه لا هل رأينا شبيها له كلا فلذلك لا يمكن إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى إذا الآية تقول ليس كمثله شيء وهو سمع البصر له سمع له بصر لكن ما معنى سمعه ما معنى بصره سيأتي أن معناهما هو علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات ولكن حقيقة هذا العلم مجهولة لنا كيف تدركه الأوهام الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول وهو خلاف ما يعقل يعني ما يكتشفه عقلك الله سبحانه وتعالى فوق ذلك وخلاف ما يتصور يعني ما يكتشفه تصويرك ما يكتشفه وهمك لأنه كما ذكرنا القوة الواهمة هي أوسع من القوة العاقلة وخلاف ما يتصور لأن الإنسان بسبب محدودية وأنه محكوم بالزمان ومحكوم بالمكان فكل ما يتصوره يتصور الأشياء المحدودة التي رأى شبيها لها ولذلك حتى في وصف الجنة حينما نقرأ في الأحاديث يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني لم يخطر على قلب الناس الجنة وكل ما يذكر من أوصاف الجنة هي تقريب للجنة إلى أذهاننا وإلا فالمؤمن حينما يدخل الجنة يرى الجنة فوق ما تصوره أنت أفرض مثلا طفل صغير هذا الطفل الصغير أنت تريد أن تبين له لذة العلم العلم إلى لذة شنو هي لذة العلم لا يمكن لك أن تشرح له لماذا؟ لأنه ما إلى قابلية لفهم هذه اللذة لا يمكن بيانه له ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتعقل ولا أن يتصور هذه اللذة فإذا يردون يبينول إذا سأل يبينول بمقدار ما يتمكن من فهمه واستيعابه مثلا يقال له أن لذة العلم كلذة الحلوى مثلا تشبيه المحسوس المعقول بالمحسوس بمقدار ما يستوعبه هو الجنة التي وصفت لنا بمقدار ما نستوعبه من الجنة أما حقيقة الجنة فهي أكثر وأعمق مما نتصوره نحن فلذا إن شاء الله حينما ندخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وبصحة عقيدتنا وصحة عملنا حين ذاك نجد الجنة فوق ما كنا نتصوره وأن الأوصاف التي ذكرت للجنة إنما هي تكشف جانب بسيط من حقيقة الجنة وإلا في حقيقتها أكبر وأعمق وكذلك النار النار ما بين لنا من دركات النار هذا مقدار ما نستوعبه إحنا في الدنيا نستوعب حرارة النار مثلا والاحتراق بالنار زيان فنار الآخرة بهذا المقدار نتصوره لكن النار الآخرة صحيح هي محرقة لكن حقيقتها أعمق من هذا الأمر نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إذا هذا كان في الماديات ففي المعنويات التفاوت أكثر إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود يعني حينما أنت إذا تريد أن تتصور يجب أن يكون تصورك بهذه الطريقة أن تكون معرفة بالله بأنه غير معقول يعني لا يمكن للعقل أن يدرك حقيقته ولا محدود وأنه ليس له حدود بحيث تتمكن قوى الإدراك الباطنية والقوى الواهمة من الإحاطة العلمية به أنت إذا تريد تتصور حقيقة الله سبحانه وتعالى لا تتمكن من ذلك ولكن أنت تتمكن من هذه المعرفة هذه الكيفية أن تتصور في ذهنك هكذا أن الله سبحانه وتعالى فوق العقل وأنه فوق قوى الإدراك الباطنية وقوى الإدراك الظاهرية ولذلك الإنسان لمحدودته والله سبحانه وتعالى لعدم محدودته لا يمكن للإنسان لا بالعين ولا بالقلب أن يرى الله سبحانه وتعالى دعم المعرفة بوجود الله حاصل بالقلب لكن أن نقول بأن الإنسان في يوم القيامة يرى الله سبحانه وتعالى كما يتوهم المجسمة بأن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة ويستدلون ببعض الآيات المتشابهة ويتركون الآيات المحكمة التي هي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وآية لن تراني هذه آيات محكمة ويتمسكون بآيات متشابهة كقوله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة مع أن معنى تلك الآية إلى رحمة ربها منتظرة كما سيأتي بحث هذا في بحث الرؤية مفصلا في يوم القيامة إذا الإنسان المؤمن رأى الله سبحانه وتعالى هذا سواء بعينه أو بقلبه رؤية حسية وليس بمعنى المعرفة إذا الرؤية الحسية حصلت لله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن المؤمنين يتمكنون من تصور كنه وحقيقة الله سبحانه وتعالى وهذا أمر محال وسيأتي تفصيل هذا البحث في البحوث القادمة هذا بالنسبة إلى الحديث الأول ثم ننتقل إلى الحديث الثاني من هذا الباب الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يسأل أنه هل يجوز أن يقال لله بأنه شيء الإمام عليه الصلاة والسلام قال الإمام الجواد نعم الله شيء لأنه موجود لكن يخرجه من الحدين حد التعطيل وحد التشبيه بعض المسلمين أو أدعياء الإسلام لأنهم اكتشفوا هذه الحقيقة بأن الله ليس بمركب جاءوا وقالوا إذا الله عالم إذا قادر إذا حي هذا يستلزم التركب في ذات الله فالله سبحانه وتعالى ليست له صفات لا عالم ولا قادر ولا حي ولا مريد ولا إلى ذلك ما إلى ذلك هذا هو التعطيل لأنه إذا تتصور شيء لا هو عالم لا هو قادر لا هو شيء معنى ذلك أنه هو عدم ما موجود إذا كل الصفات تنفيها عن الله سبحانه وتعالى من تلك الصفات الحياة إذا نفيت صفة الحياة عن الله سبحانه وتعالى معنى ذلك التعطيل يعني الاعتقاد بعدم وجود الله سبحانه وتعالى فهذا الاعتقاد باطل وأما نفي التركيب فهذا ما سيأتي بأن نقول بأن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية هي عين ذاته سبحانه وتعالى لا توجد اثنينية بين صفات الذات وبين الله سبحانه وتعالى نحن الآن وجودنا شيء وعلمنا شيء آخر لذلك حينما كنا جهلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم عبر السامع والبصر تعلمنا لأن يمكن الإنسان يصاب بمرض ينسى علومه هل حقيقته تتغير لا لأن صفة العلم صفة زائدة على الذات هي غير الذات حياتنا صفة زائدة عن ذاتنا لذا الإنسان يمكن يكون حي وبعد ذلك يموت وقبل ذلك كان ميتا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم لكن في الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى لا توجد اثنينية بين الله وبين صفاته يعني ليس الله شيء وعلمه شيء آخر ليس الله شيء وحياته شيء آخر بل علم الله عين ذات الله وحياته عين ذاته وهكذا سائر صفات الذات فلذلك اعتقد بأن الله موجود وأن له الصفات الحسنة لكن لا تعطله يخرجه من الحدين التعطيل وحد التشبيه ولا تشبه بالمخلوقات لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى مثلنا جالس مثل ما أنا جالس على هذا الكرسي فالله سبحانه وتعالى جالس على العرش كلا الرحمن على العرش استوى هذه من الآيات المتشابهة التي تفسرها الآية المحكمة وهو ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء آية محكمة تفسر الآية المتشابهة الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مسيطر على كل شيء وليس بمعنى الجلوس المادي لأن ذلك يستلزم أن يكون العرش أكبر من الله سبحانه وتعالى العرش مخلوق فيكون مخلوق أكبر من الخالق وهذا محال ويستلزم أن يكون لله مكان وهذا محال كما ذكرناه فيما مضى فلا تعطل كما فعلت المعتزلة أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى من التركيب فعطلوه عن صفاته اللي هي النتيجة الاعتقاد بعدم وجوده وكذلك أخرجه عن حد التشبيه كالمجسمة الذين لم يستوعبوا معاني الآيات القرآنية فتمسكوا بالمتشابح وتركوا المحكم ونتيجة ذلك كان تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته فأنت أخرج عن الحدين حد التعطيل وحد التشبيه حينذاك تكون لك معرفة بالله سبحانه وتعالى وكلما ازداد علمك ازددت معرفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة